لا تنتهي معاناة العراقيين جراء تسلط مسلحي ميليشيا الحشد على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية بل والتعليمية أيضا فمع انهيار هذه العملية في العراق وعجز الحكومة عن تعين مدرسين والتربويين بل وعجزها الواضح حتى عن توفير الكتب المدرسية والمتطلبات الدراسية الأخرى للطلاب جراء الفساد الحكومي الذي بات يضرب في كل مفاصل الدولة العراقية اتجه بعض المواطنين إلى المدارس الأهلية بحثا عن مستوى تعليمي وتربوي أفضل رغم تكاليفها المرتفعة أمام ذلك لم تألو إصابات الجريمة المنظمة والميليشيات الطائفية جهدا في محاولة بسط سيطرتها على ذلك القطاع التعليمي فقام مسلحون تابعون لميليشيا الحشد بابتزاز بعض إدارات المدارس الأهلية في بغداد وفرضوا عليها إتاوات بمبالغ مالية كبيرة لم يقتصر الأمر على بغداد بوصفها العاصمة التي تشهد وجودا كثيفا لمسلحي الميليشيات تحت مزاعم حفظ الأمن بل تعداه إلى مختلف المحافظات العراقية الأخرى حيث تتكرر الشكاوى من اعتداءات وفرض إتاوات تقوم بها عناصر الميليشيات المنظوية تحت مظلة ميليشيا الحشد الأمر الذي حذرت منه سابقا هيئة علماء المسلمين عبر رصدها تصاعد نشاطات عصابات الجريمة المنظمة وتزايد جرائم القتل والسطو المسلح والسرقة والاعتداء والابتزاز والاتجار بالمخدرات وسرقة الأعضاء واقتحام المنازل والاختطاف القسر للمواطنين في المناطق والمدن التي تخضع لسيطرة الحكومة وميليشيات الحشد وفي ظل ما تؤكده تقارير حقوقية وإعلامية من أن تلك الميليشيات والعصابات تتلقى دعما من قوى سياسية وأجهزة أمنية حكومية بل وتتحرك تحت غطاء ميليشي الحشد آمنة من أي عقاب أو محاسبة فإن الأمر يكشف مدى تورط الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي في تلك الجراء جراء الفساد الحكومي الذي باتت لا تخل منه وزارة أو مؤسسة حكومية في العراق الجديد ترجمة نانسي قنقر